بعد إعلان النتائج الرسمية لانتخابات تشرين تشكلت خارطة الفائزين بالمقاعد من أعضاء البرلمان الخامس بما حققته عملية الاقتراع لتفرز أحزاباً وتحالفات كان من نصيبها الفوز بعضوية مجلس النواب الجديد لتكون تشكيلة المجلس الجديد من 329 مقعداً توزعت من حيث الترتيب الأعلى في عدد المقاعد وعلى النحو التالي 73 مقعداً للكتلة الصدرية 37 مقعداً للتحالف تقدم 33 مقعداً لإتلاف دولة القانون 31 مقعداً للحزب الديمقراطي الكردستاني 17 مقعداً للتحالف كردستان 17 مقعداً لتحالف الفتح 16 مقعداً للأحزاب الفائزة بمقعد واحد 14 مقعداً لتحالف عزم 9 مقعد لحراك الجيل الجديد 9 مقعداً لامتداد 16 مقعداً لإشراقة كانون 17 مقعداً لتحالف تصميم 18 مقعداً لتحالف العقد الوطني 14 مقعداً لحركة بابليون 14 مقعداً لتحالف قوى الدولة الوطنية 15 مقعداً لحركة حسم للإصلاح 16 مقعداً لتحالف جماهيرنا هويتنا مقعد واحد لجبهة تركمان العراق الموحد وذهب 43 مقعداً لصالح الأفراد الفائزين من بينهم خمس نساء وثمانية وثلاثون رجلاً فائزاً في مجلس النواب الجديد